لأنه لابد أننا جميعا هنا بيكلم ناس مؤمنين هنا بيكلم ناس كل اللي بيقنوا وبيطلبوا وعمالين مشتقين ليه هو أنه يبتلع المائة من الحياة يتغيروا يتغيروا من حالة الفساد إلى حالة عدم الفساد هنا مش بيكلم العالم كله هنا مش بيكلم العالم على الإطلاق يا حبائي بس احنا بنقعد ايه تسمع الوعظة وتلاقي حد بيقولك اه ما احنا كلنا هنظهر قدام كرسي المسيح عشان كل واحد يبدي حساب ده ما بيتكلمش عن العالم ده ما بيتكلمش عن العالم لأن هنعرف بالتفصيل في رسالة كرونسوس الأولى هو فعليا ايه اللي هيحصل في الحفلة دي لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح اللي هو البيمة وطبعا كلمة كرسي في الكتاب المؤدس ليها أربع معيني لكن أنا مش أخش في التفاصيل دي حضراتكم ممكن ترجعوا لها في برنامج أقوال النبوة لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا وهنا الترجمة العربية أخطأت بشكل واضح جدا جدا هنا الشر ليس الخطيئة الكلمة دي في اليوناني ليست خطيئة ليست إثم ولكنها بتعني مش الخير اللي كان مفروض تعمله اتحط في المكان الغلط في الوقت الغلط بالطريقة الغلط أو أنت ما عملتوش خالص هنا يعني ناليفيكيشن يعني أنت عملت بدأ أنت استخلقت وقتك ومجهودك وأحلامك وطموحاتك ومعارفك وكل إمكانيات السيطرة اللي عندك وكل إمكانيات القوة اللي في حياتك استخدمتهم بطريقة غلط خالص بطريقة غلط خالص مش بالطريقة اللي في مخ ربنا بس مش خطيئة هنا كلمة شرا بالعربي كلمة خاطئة جدا 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 هنا ليست معنى خطيئة أو تعدي ولكن معنى أنه عملت حاجة فرغة فيها نوع من التبديد للإمكانيات الكتاب المؤدس واضح جدا في الروح القدس في رسالة روميا بيقول قدموا أعضائكم آلات بر لله يبقى طب أنت قدمت أعضائك علشان خاطر تكون آلات مش شر ولكن لمصلحتك لمصلحت ناس علشان خاطر تاخد حزوة عند حد علشان خاطر تاخد تسلمها علشان تطلع عليها وريفر أي لكن مش استخدمت علشان خاطر تكون آلة بر لربنا وهنا برضو مش قصدي أنها تكون في الإطار الديني اللي احنا متعودين عليه لكن ربنا بيحبنا أن احنا أو يعني مش كلنا لكن مهم ربنا الواحد عايزه ياخد شهادات ويبقى شاطر ويستخدم المنح اللي ربنا ادهاله بكل طريقة ممكنة ليه؟ لأنه بعد كده هيحطه في المكان المناسب اللي دوت يبقى قاسد يبقى وديعة يبقى حاجة مهمة يبقى وزنة علشان خاطر الشخص دوت ممكن يكلم رؤساء بلاد ممكن يكلم ناس مهمين جدا في المجتمع ممكن يكون قادة من اللي بيأثروا في الجموع لكن فيه واحد تاني ربنا عايز يستخدمه بصورة أخرى وبطريقة تانية عايز يكون حرفي عايز يكون إيدي لهلوبة يعني زي ما ربنا كان بيعطي روح سمعة علشان خاطر تتبني خيمة الاجتماع وهكذا ده ما يقلش عن دوت على الإطلاق ولكن في الآخر مين المستفيد الرب وملكوت الله ملكوت الله طيب ماشي أحبائي يبقى فهمنا دلوقتي أن هنا هنقف كلنا أمام كرسي المسيح إحنا مين هنا إحنا الناس اللي بيتكلم عنهم في البداية أنه عارفين أنه لو نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا بناء غير مصنوع بيد أبدي يبقى هنا مش بيتكلم على غير المؤمنين ولا الخطاة ولا العالم كله وحد يقول لي أنه كلنا هنقف قدام كرسي المسيح علشان خاطر العمل خير ولا العمل شر كل الأفكار دي أتمنى أن إحنا نكون هدمناها النهاردة برجوعنا لكلمة الله وللأصول اللي بتعنيها كلمة ربنا طيب هو إيه اللي هيحصل بقى في الموقف ده بيقول لنا التفاصيل دي في رسالة كرونسوس الأولى إصحاح الثالث واللي بسبب ضيء الوقت أنا مش هقراها كلها ولكن هكون يعني بتكلم على النقطة الرئيسية الموضوع أنه الجماعة في كرونسوس كانوا جماعة مؤمنين ولكن كانوا جزدانيين بمعنى أنتوا فاكرين لما الرب يسوع جات أم يوحنى وزبدي وتقول له نعايز واحد يبقى على يمينك واحد على شمالك ويعني الموضوع موضوع إيه بقى سلطة ومين هيبقى أعلى ومين هيبقى السي اي او والسي اف او ومين هيبقى والكلام ده كله ف دي مش طريقة تفكير ربنا على الإطلاق هما برضو كانوا نفس الشيء في ناس تشيعوا البولس وقالوا لا ده بولس ده هو وفي ناس قالوا لا ده أبولس وإحنا ماشيين مع ولا أبولس ولا بولس أصلا طلبوا أن ده يحصل فالرسول بولس بعت لهم بالروح القدس نوع من التوبيخ وإحساس بالألم وبيقول لهم أن أنتم جسديين في عدد أربعة بيقول لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم جسديين ويروح نائل بعد كده عن مين بقى بولس ومين أبولس دولت مجرد اتنين شغالين عند ربنا وشغالين معاه لكن لا الغارس شيء ولا الساقي شيء نيجي بقى للحتة الأساسية قوي اللي ليها علاقة بموضوع الوقوف قدام البيمة أو كرسي المسيح لأن دي هتكشف لنا بالزبط إيه بقى اللي هيحصل قدام كرسي المسيح وأن الأصد هنا لهو خطية ولا هو شر ولا غيره زي ما هو مترجم بالعربي ولكن قصور في استخدام الأدوات اللي ربنا ادهى لنا بيقول إيه في عدد عشرة بيقول حسب نعمة الله المعطالي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه يعني أنا قديت الدور اللي علي لكن أنا بعد ما أسبكم وأمشي أنا غرست هيجي واحد ساقي هيجي واحد عشان خطر يحصد هيجي واحد عشان خطر يخلي فيه نوع من الخصوبة تزداد في التربة وتتزرع تاني وغيره وغيره يأتي بصمر ويأتي بصمر أكثر ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه خلي بلكوا بقى من الأجزاء اللي جاية دي خالص لأنه هنا بيكلم ناس مؤمنين مبنيين صح الأساس صح لكن إيه اللي ممكن يتحرق اللي فوق الأساس لكن الأساس كله ثابت هنا أوكي فإنه لا يستطيع أحد أن يصنع أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس يبقى الأساس هو مين يسوع المسيح يبقى الأساس ده صح والأساس ده غلط يبقى الناس اللي بيكلم عنه هم دولة ناس مؤمنين ولا غير مؤمنين يبقى هنا بيتكلم على ناس لهم علاقة بالخطية أو غيره أو الإثم لا هنا بيتكلم على أعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي ينسلك فيها بس إحنا إيه سلكنا في نصها ونصها لا ما كناش دريانين ما كانش فيه تلمزة القادة الروحيين كانوا مش بيقودونا بالطريقة الصح خلي بالكم أن الرعاة يعني ربنا يرحمنا المعلمين ربنا يرحمنا عشان كده بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا أخواتنا في أشياء كثيرة نعصر جمعنا ربنا يرحمنا كلنا فعلا فعلا والناس اللي بيزيدوا على نبوة الكتاب والناس اللي بيقتطعوا منه من غير ما يكون قصدين حتى ولكن لأنهم مش بيفصلوا كلمة الحق باستقامة أو عندهم الصبر أو غيره ومشغولين بحاجات كتيرة قوي غير أنهم يكونوا جالسين تحت الكلمة تحت النور الإلهي علشان خاطر روح الله ينور لكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء المهم ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس يبقى اللي هيتبني على الأساس دوت يبقى الأساس صح الأساس موجود لكن فيه حد هيبني دهب فضة حجارة كريمة خشب عشب أو أش يبقى يا إما هيبني حاجة سمينة والحاجة السمينة دي كمان ليها درجات ليه؟ لأن ده ثمر بس ممكن يبقى ثلاثون وستون ومئة وهنا زي ما بقول هنا المنطقة بتاعة السلطان اللي ربنا مدهالنا دي تشمل حاجات كتيرة وتبتدي بينا هنا مش بس بتعني الخدمة للآخرين ولكن حتى فيما له علاقة بحياتنا ربنا لما يبص جواك ويقول لك ده أنا اديتك زكاء ده أنت كنت وسيم ده أنت كنت روحك حلوة قوي وجواكي استخدمت دوت علشان خاطر اغراءات وإنت استخدمت ده علشان خاطر تبقى غاني لنفسك ومش غاني لربنا واستخدمت دوت علشان خاطر تقدر تلعب بالبيضة والحجر واستخدمت بس هنا أنا بتكلم برضو على ناس أساء استخدام إمكانية ووزنة لكن الأساس صح وفي الأغلب ده ما كانش يعني لأسباب كتيرة قوي بيها علاقة بتلمزوهم مش بس جبوهم لي مش بس إكرزوا ولكن علموهم أن يحفظوا جميع ما أوسيتكم به المهم يبقى ممكن يدبني دهب وفضة وإحجارة كريمة خشب وعشب وأش طيب ده هيحصل لهم إيه؟ خلي بالكم ده لإعلاقة وثيقة بالوقوف أمام كرسي المسيح لكي نعطي حسابا آه إيه بقى اللي هيحصل لبنا وقف قدام كرسي المسيح؟ عمل كل واحد سيزير ظاهرا لأن اليوم سيبينه هنا اليوم مش مقصود به النهاردة لكن مقصود به اليوم دوت اللي فيه هنقف أمام كرسي المسيح بيكلم هقولها مئة مرة وحط تحتها خطوط بيكلم ناس مؤمنين بيكلم ناس الأساس عندهم صح بيكلم ناس منتظرين عودته ونفسهم وبيئنه وهم في الجسد مشتقين أن يلبسوا فوقها الجسد اللي من السماء بيقول إيه؟ فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو إن بقى عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ إيه؟ أجرة 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 إن احترق عمل أحد فسيخسر هيخسر إيه؟ الحياة الأبدية؟ لا هيخسر الأجرة وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار